اشتركوا في القناة وهو الموجه لطالبي العمل شباب مبتدئين أشرف يوم الثلاثاء مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للتشغيل الأستاذ شاعجمعي على عقد ندوة صحفية بولاية الأغواط والتي حضرها كل من رئيس الوكالة الوطنية للتشغيل بلال محمد مختار وكذا المدير الولائي للتشغيل دبابش السعيد أين أعطى جملة من التوضيحات المتعلقة بكيفية إدماج منتسب قطاع التشغيل وأكد خلال الندوة الصحفية أن الحكومة درست وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملية الشهادات حيث يهدف مشروع هذا النص بحسبه إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملية الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم الفكرة أنه راح ندمجه اللي عنده شهاده بارزون في الإخليصة السعوة على حساب المنصب اللي راح يعمل فيها أما أشار الأستاذ شاء إلى أن عملية الإدماج ستتم عبر ثلاثة مراحل وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز وذلك انطلاقا من الفاتح نوفمبر 2019 وستستمد على مدار ثلاثة سنوات سيتم إدماج حوالي 105 ألف شاب على المستوى الوطني في سنة 2020 الذين لهم نشاط فعلي في المؤسسة المدمجين فيها ما بين ثلاثة وتن سنوات وأخيرا أي في سنة 2021 سيتم باقي مستفيدين من هذه العملية الجديدة من من تقل لديهم ثلاثة سنوات خبرة أي أن المرحلة الأولى سنة 2019 قبل نهاية 2019 مرحلة الثانية في 2020 مرحلة الثالثة والمرحلة النهائية في سنة 2021 456 ألف مستفيد من جهازات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحامل الشهادات يتم إدماجهم إلى نهاية 21 ضمن ثلاثة مراحل بينهم 19 ألف معني بولاية الأغواط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر